من ثاني معك سمعته وممكن تقلده سكر محلي مرسوم عليك ريه معرفش الكلام يعني حسن شكوش من ثاني وعندي البيت حافيتي المجربة دي طيعت قولي عوض البطل عالي عوضي الآن غالي يلخص لي كل غالي هما اسكني بقى هما اللي بيضايقوني بالغانية بتاعة المهرجانان دي نروح للزمالك في زمالكاوي زمالكاوي قصيل قولنا حتى اللفاع لا مش هتخانق لا مش هتخانق ابدا انا بس هنعرف بس رأيك كده في الزمالك هيعمل ايه يعني ايه هيحصل بعد ما في الجانسة سميشي من وجهة نظرك يعني دردشة اللطيفة خفيصة تمام ايه واحنا عملنا ايه بعد ما فاروق غفر وحسن شاعتا مشيو هكملنا هو فينا دي بيقص ومعد ما الخطيب اعتزل ايه اللي حصل الاهلي كمل وتاري ابو زيدي اعتزل كمل الاهلي وها مدبتة بيعتزل والاهلي كمل انه هادي بالاهلي الرياضية الكبيرة اللي ليها شعبيات كبيرة ما بتقفش عند حد ما بتتقصرش ما عادي وهيطلع براعم تاني وهيطلع عند ناس تانية يعني زمالك مش هيتقصر برحيل في الجانسة لا طيب كترة المشاكل الفترة دي برأيك يعني هي اللي مأثرت على الاداة؟ اكيد طبعا ليه؟ ايه سي الموضوع اللي هاقولهلك ده على اي اسرة؟ اسرة اب وام وابناء الاب والام طوله النهار بيتخنقوا فالام اطلقت هاز الابناء هيبقوا اسوياء؟ لا قولا واحدا يبقى الادارة او الراس الكبيرة الهد غير مستقرة منزل غير مستقرة وبالتالي تبقى الاسرة غير مستقرة فالعيال مش هلاء احدك طيب احنا لأسف ايه مش معنا وقت احنا تفتكر مين الاقرب لدور السندي ها جيب سريعا الزمالك الزمالك عشان اصر هشجهه حتى لو حصل ايه؟ طبعا بتمنى طيب لاسف اتحك للدنيا تتحك لك ونشوفكو بكرة موضوع هم جدا في أيامنا الحالة في سنة 2009 تم تأسيس شركة أفرولاند اشتغلنا في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي وفي سنة 2019 زرعنا في واجل نطرون ألف فدان زيتون وعملنا مصنع زيت ومخللات وكبرت مزارعنا والنهاردة بنقول شكرا لكل عملائنا شركاء النجاح النهاردة بنكبر مشروع مزارع الزيتون في أراضي جديدة وبنفتح باب الاستثمار للجميع وكمان هنزرع في المينيا ألف فدان بنجر بالقرب من أكبر مصنع حديث لسكر البنجر استثمارك معنا يعني امتلك عشر فددين في أحد مزارعنا وهنأجر منك الأرض بعائد إيجاري سنوي 80 ألف جنيه استثمارك معنا من أعلى معدلات الأمان عشان فلوسك بتكون في أرضك وقيمة الأرض بتزيد أفرولان استثمار بفكرة جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة